قالت مصادر أمنية أن قوة عراقية دخلت قضاء المقددية في محافظة ديالا التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة شعية أضحت المصادر أن القوة تسعى لاعتقال مطلوبين للقضاء العراقي ومتهمين بتنفيذ عمليات قتل وتخريب بالمدينة ضد المنشآت الحكومية والمدنيين وتشهد محافظة ديالا شرقية العراق منذ الاثنين الماضي انهيارا أمنيا وتوترا طائفيا بعد تفجير وحرق مجموعات مسلحة شعية مساجد سنية واعتبائها على منازل وأشخاص